كتكنيلة كتكخبة في خبتك في حد يبقى عند العمرة دي ولها وفي المهندسين ومش عارف يعني منها مصلحة ونعم ليه يعني؟ أنا ورسة العمرة دي عن أبوية بالسكان اللي فيها والسكان اللي فيها دي ساكنيل فيها من أول لما اتبانت بإيجار خمسة جنيه وستة جنيه لحد ما وصلت عشرة جنيه بالعافية يا أخويا ودا يرضي ربنا برضو في في الزمن ده شقة إيجارها خمسة جنيه وعشرة جنيه ايه الكلام ده الناس دي يا أخويا ما عندهاش دم؟ في حد كده يجي آخر الشهر يدفع عشرة جنيه؟ عرفتي بقى إنك زلماني وإن أنا ما بحوشي فلوس من وراكي؟ طب إنت محاولتش مع السكان دول قبل كده يعني اتكلمت معهم يرفعوا الإيجار يعملوا أي حاجة؟ حاولت وكل ما أجي أكلمهم يطلعوا لي العقد أحط جازمة ببقي وأمشي طب أقولك اللي يطفشلك الناس دي من العمرة تعمل معاه يبقى ليه الحلوة طبعا كل شقة طفتة أخذ نص دمنا ليه يا بنت اللذين؟ جرى لك إيه؟ مش أنا مراتك حبابتك الفلوس دي لما هتروح هتروح فين؟ مش فجيب مراتك جرى إيه مش أنا وأنت واحد ماشي بس بقولك إيه؟ أنا مش عايز أواضي ومشاكل والكلام ده ملك يا أيمن؟ أواضي ومشاكل إيه؟ عوز بالله إحنا بتوع أواضي ولا بتوع مشاكل؟ ربنا ماشيها بالسطر هات هات